اشتركوا في القناة ساعة الخير تعالوا نبتدي حلقتنا النهاردة بمجموعة من أهم أخبار الأسبوع عربيات المصريين في الخارج هتتعافي من الجمارك ده اللي هنشوفه وقريب جدا لأن وزارة الهجرة والشؤون المصريين بالخارج بدأت في دراسة الإعفاء ده بالتعاون مع وزارة المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك علشان توفر المصريين المختربين الاستفادة من إعفاء عربياتهم الشخصية من الجمارك مع عودتهم حملة جديدة أطلقتها زيوت شيل هالكس للترويج لزيت شيل هالكس ألترا بتكنولوجيا البيور بلوس اللي دم عدد كبير جدا من الخدمات والعروض للعملاء وتم من خلالها تفعيل خدمة توصيل وتغيير الزيت من شيل وأراميكس اللي بتعد خدمة مميزة بتنفرد بيها شيل وتضمنت كمان تنظيم مجموعة من الأنشطة التسويقية وده كان تحت شعار شيل هيليكس راعي نادي الأهلي كيا موتورز إيجيبت نشرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك فيديو للحملة لنظمتها بمناسبة موسم الصيف في منطقة الساحل الشمالي بمناسبة تقديم كياسيرته جديدة للسوق المصري 42 ألف تاكسي أبيض هينضموا لخدمات كريم بعد عيد الأطحى المبارك الخدمة الجديدة هتوفر خدمة التاكسي الأبيض ضمن خدمتها الموجودة بالفعل وهيتم ده من خلال الخدمة طلب التاكسي الأبيض من تطبيق كريم بمقابل رمزي نظير استدعاء التاكسي ومن ناحية تانية مجموعة من الشباب عملوا أبليكيشن على الموبايل اسمه راكنا عشان يساعدوا كل اللي عندهم مشاكل في راكناة العربيات في مصر من خلال الأبليكيشن يعني لما تعوز تركن عربيتك هتطلب الركنة من على الأبليكيشن وهيجيلك حد في المكان اللي انت عايزه عشان يستلم عربيتك وكمان يركنها لك ولما تخلص مشوارك هيجيب لك عربيتك تاني خلال 15 دقيقة وعشان تتطمن هيجيلك صورة واسم المندوب وهيكون معك كود خاص بيتغير كل مرة وتقدر كمان ترائب مكان عربيتك من وقت استلمها لغاية ما ترجع من خلال الأبليكيشن لأول مرة في مدينة لقصر وتحديداً من أمام معبد الكارنك أقيمت نهايات مسابقة نيسان جي تي أكاديمي لشمال أفريقيا المسابقة العالمية بتنظمها شركة نيسان العالمية بالتعاون مع صوني أجهزة البلاي ستيشن المسابقة شارك فيها الملايين من الشباب والسنة دي تم اختيار أفضل 20 مشترك من شمال أفريقيا علشان يتأهلوا للنهايات الإقليمية وبعد كده تم تصفيتهم لستة هما الأسرع على مستوى المصابقة علشان يدخلوا معسكر سباق ستوري في سيلبر ستون وهي أشهر حلبة سباق في إنجلترا والستة اللي تأهلوا هيسفروا إنجلترا الستة هما حسن مصطفى ومحمد ويلي من مصر وكمال مدايسي وكريم تيجار ومحمد مدايسي من الجزائر وإسامة بنجلون من المغرب كاميرا الجاراج كانت في القصر وتبعت الحدث سأكون هنا في شخص اليوم قسم بنجل لقسم نخياق مجتمع الآن أجلو سأقوم بجراء اجتماد ساعداء من الراكراف وغيب من مطلح تم جزء المجتمع في بعضوا المدار وقرب وanaت ومنا نعيد بها أمضاي عن عيش سنوات في ГТ4 الادباي 24 ألو نقره اليوم هل هناك المتوبة الأنمين سيكون مجموعة القاملة؟ ولطلاح من المتوبة الآن لا ينظر لأنه مجموعة القاملة من النهاية لم تنقل قاملة القاملة بأن المتوبة الشباب سيكون مدهجة كل المتوبة هل يأتون ان ستنca بشكل لأن الهتباد حاجة على ما زال الشباب يعطي what is at stake ويغانا ما هو موضوع ويوجد فقدم أن العظمات ويوجد فاثمين من الأفريق واقعون ودة أخرى امكنك الشبب الخارجات في الأفريق وتفقيت مدى لميما لا يوجد كذلك سميزة الطعام مدى في العرب ألغيريا وتحب الأمر ولكن هناك الكثير من الأمور عن الفنوات والنهارات ونسان يحب أن تريد الفنوات التي تحرك الموضوع ونحن نقل ذلك أننا سيقوم بأنستريد التجارات الأسبوع للمناء البن Allowة والموضوع في الموترب والموضوع في النصUp والموضوع بطريقة تحديثة عامات المتعاديات 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 التقديمة لكن أيضا للوجودين الذين لا يتعاون في كفيرت النسان يمكنكم الممكن أن يتفعوها وشعرها النسان اليوم كان جميل جداً سعيداً على النهائية ربنا طدرني الحمد لله وتحالك النهائي في سبب 70 هنعمل يعني اللي علينا إن شاء الله يعني يا رب تبقى سفرية حلو إن شاء الله في Silverstone عشرة أيام هيبقوا جمدين جدا نحن فرحانين وما زال الأكبر هو في الإنجليطرا في الريس كوم في سيلفرستون سوف نبدل كل مدهوداتنا لكي واحد من نورد أفريكا يتمكن من الفوز في هذا الكمبيتشن هذه السنة الثانية أشارك في نهائيات نيسان جي تي أكاديمي شفان شمال إفريقيا المسابقة كانت جدا صعبة ولكن الحمد لله الله وفقني وتأهلت النهائيات الدولية في سيلفرستون في إنجليطرا في تور درايف النهاردة أمين عليها هيقدم لنا عربية مختلفة جدا العربية اللي موجودة معنا النهاردة في التور درايف ما نقدرش نقول إنها عربية منتشرة في الشوارع المصري بس نقدر نقول إنها عربية محبوبة من كل الناس لأنها من أول ظهورها لحد النهاردة لسه محافظة على طبعها وشكلها العربية اللي موجودة معنا النهاردة هي ميني كوبر كلابمان 2016 أول ظهور لكلابمان كان سنة 2007 العربية دي قدرت تحقق نجاح حلام كبير وفي نفس الوقت قدرت إنها تأسس فئة خاصة بها في قطاع العربيات زي كل عربيات ميني خاصة إن الموديل الجديد تم تصميمه مهندسته من الأول بالكامل موسيقى موسيقى زي ما قلنا قبل كده كلابمان الجديدة مختلفة كثير عن التراز اللي قبلها بس في نفس الوقت محافظة على الشخصية الكارزمية اللي بيتميزها عن أي عربية تانية وبرضو بتميزها عن كل موديلات ميني كلابمان بتعتبر من أكبر ترازات ميني وفي نفس الوقت أكترها عملية لو بصينا على الشكل العام للعربية هنلاقيها تندرج تحت فئة الهاتشباك الفخمة فيها أربع أبواب وباب خلف الشنطة بس باب الشنطة مقصول مصطيل يعني يقدر نقول ستة أبواب ولو ركزنا على وش العربية هنلاقيها بتتمتع بنفس مكونات التصميم الأساسية اللي بتميز عربيات ميني وبتخليك تتعرف عليها من أول نظرة زي شكل الفوانيس الدائرية الـ LED والفوقلايتس لكن العربية بتضيف لمسة أنسيابية من خلال فتحات التهوية اللي بتتعرف باسم الستائر الهوائية لو بصينا على جنب العربية هنشوف برضو فتحات الهواء اللي موجودة ورا العجلات الأمامية ودي بتكون أول مرة مني تعمل كده في موديلات من موديلاتها وكمان لو جينا لظهر العربية أكتر حاجة مختلفة فيه واللي بيميزها عن كل العربيات ميني التانية هي شنطة العربية اللي مقصود مستقيم عشان تخلي التعامل معها سهل جدا عند استعمالها وكمان ممكن كل باب يفتح لوحده دلقاء وده من خلال حساس استشعار لحركة الرجلين بمجرب ما يقرب الراكب من الشنطة ده بالإضافة لتصميم الفوانيس الخلفية الأفقي والمدمج في عباب الشنطة وخط السقف الطويل نسبيان اللي بيدم إيريا للراديو اللي بتاخد شكل سبويلر مع نورتان بيه فرامل LED ده بالإضافة للشعارات المتعددة اللي متسبتها على أبواب العربية الخلفية المزدربة وبالنسبة الأبعادة العربية طول العربية 4 متر 25 سم عرضها 1 متر 80 سم اللي ارتفاع 1 متر 44 سم قعدة العجلات 2 متر 67 سم والأبعادة بتساعد العربية على أنها تحافظ على نمط جوكارت المميز المعروفة عن سواعة العربية المختلفة واللي بيساعد على تحسين الأداء الديناميكي خاصة في المنورات والملفات الحادة وعلى مستوى مساحة الشنطة هنلاقي إن الساعة الليترية هي 360 لتر وبتوصل لحوالي 1250 لتر مع تاني الكراسي الخلفية وتمعناه إنها بتوفر أكبر ساعة تحميل على الإطلاق ما بين كل موديلات ميلي كده يبقى خلصنا كل حاجة برا العربية مفاضل شغير المطور وهكلمكو عنه كمان شوية موسيقى موسيقى ميني مش محتاجة كلام كتير عن شكلها وامكانياتها من جوه خصوصا لما نعرف إن بيام ده يطور في فخامتها كتير جداً بشكل ملخوص تعالوا نبتدي بالكلبة الخلفية أول ما هنركب في الكناب اللي ورا هنلاقي أن العربية واسعة بالنسبة لكونها عربية هاتس باك والمساحة المخصصة لرجلين الركاب أكبر بحوالي 51 مليمتر مقارنة بالمساحة اللي بتوفرها من الهاتس باك الخمس أبواب وكمان الكراسي الخنفية ممكن تتني بنسبة 40-20-40 طبعا أول ما هنقض قدام أول حاجة هناخد بالنا منها هي القاعدة المريحة والرياضية في نفس الوقت مع المالتي فانكشن ستيرينج اللي فيها تقريبا كل حاجة ممكن يحتاجها للسوار لوتوز، كروز كنترول، كل حاجة موجودة فيه كمان الكونسول الوسطاني الطويل اللي بيضم مفتاح الفرامل الإلكتروني لركن العربية وزي ما احنا شايفين كمان عداد السرعة كبير شوائلا وفي الجيل الجديد من كلابمن زود شوية عناصر جديدة لعرض البيانات وأنوار الاندي وشاشة العرض المميزة اللي بترد المعلومات المتعلقة بالعربية وعلى فكرة تراز ميني كوكر كلابمن بيوفر مجموعة متنوعة وكبيرة من التجهيزات اللي من ضمنها على سبيل المثال Navigation System Professional تكييف أوتوماتيك وصلات USB و AUX فتحة سأف قانوراما Parking Sensors نظام صوت بتوقيع هارمان كاردين باقة Mini Connected XL لسهولة استخدام ووقع التواصل الاجتماعي Head-up Display جنود 17 بوصة وزرار Start Stop Engine لتشغيل وتبطيل العربية بدون مفتاح وعلى فكرة الكلاسي كهرباء وفيها ماموري علشان تسجل عليها قاعدتك المفضلة والموضوع ده أول مرة تستعين بيها Mini وخاصية Logo Mini اللي بيتعرض على طريقة البروجكتور من المريات الجانبية على الأرض وهي الخاصية اللي بتضيف لجاذبية العربية وبتسهل الدخول والخروج من العربية في الأماكن المطلقة بالنسبة للأمان العربية بتوفر تجهيزات كتيرة جداً من ضمنها فرامل ABS ده غير 6 Airbags وحزمة أمان سلسية التزبيت ونظام مرابي الضغط الهواء في الإطراط وغيرها ونظام التحكم الإلكتروني في السبات DSC ونظام الحد منها لإنزلاق في الملفات CBC والتحكم في التماسك DTC ومساعد الركن في الأماكن الضيقة PDC لو بصينا تحت كبوت كلاما هنلاقي أنها بتتضمن مطور من 3 سلندر Mini Twin Power Turbo وساعة الإطرية 1500 CC مع نظام حقنا مباشر للوقود وتكنولوجيا VVT بتوصر قواته 136 حصان وعزمه بيوصل 2200 مم مطور كلاما بيتصل بجير بوكس أوتوماتك 6 سرعات من فئة ستاب ترونيك اللي بيوفر سلاسة كبيرة في نقل السرعات مع تحسين الطابع الرياضي الديناميك وده اللي بيساعدها أنها توصل لسرعة قصوى 205 كم في الساعة أما التصارع من 0-100 كم فبيكون خلال 9 سواني 1 من 10 أما استهلاك البنزين فهو 5-1 من 10 و 5-3 من 10 لكل 100 كم وده اللي بيخلي كلابمن عربية اقتصادية طبعا عربية مميزة مختلفة عن كل العربية وعلى شاميني بأحساس الفخامة بيزيد العربية دي تصلح للشباب والأسر السعيرة اللي بتحب السفر والانطلاق وفي نفس الوقت محتاجة عربية عملياتها عربية فعلا مختلفة جدا عن أي عربية تانية من أول شكلها لغاية أسلوب سوائتها المميز جدا خليكم معنا لحقا حادث نجم النادي الأهلي واحدة من أقدم سيارات العالم للبيع مغامرة بورش في كامبوديا حفل تقديم سكودا كودياك الجديدة عمر السولية نجم فريق النادي الأهلي اتعرض لحدثة مخيفة هو راجع من الإسماعيلية للقاهرة عمر نشر سورة العربية والتي تكسرت تماما على صفحته الشخصية على الإنستجرام وعلق عليها وقال الحمد لله على كل شيء لعب النادي الأهلي أكد أنه محصلوش أي حاجة لكن عربيته الأوذي اتكسرت تماما والحد وقت البرنامج ما عرف نش السعر النهائي لتباعت به العربية لكن من المتوقع أنه يوصل تمانها لأكتر من مليون دولار العربية بتعتبر من أقدم العربيات الموجودة في العالم بحالة كويسة وكانت بتنتجها شركة هانري فالي في فرنسا قبل ما تقفل سنة 1902 مجموعة من عربيات بورش من ترازات مكان وكاين من فئة الأسيو في شركة في مغامرة مختلفة في كامبوديا عشان تستعرض قدرات العربية القوية جدا على سواقة في المناطق الوعرة المغامرة تمت تحت رعاية شركة بورش علشان تبين من خلالها القدرات العالية جدا لترازات مكان وكاين في مختلف الظروف بعد فترة تشويق طويلة أخينا سكودا كشفت عن الموديل الجديد كودياك اللي بيظهر لأول مرة واللي بيعتبر أول عربية فئة الـ SUV الأكبر حجما بتنتجها الشركة التشيكية وبالمناسبة دي الشركة نظمت احتفالية ضخمة في مدينة برلين لتقديم العربية عالميا العربية بتتميز بتصميم داخلي وخارجي فخم وكمان بتضم مجموعة كبيرة من التجهيزات اللي بتعتبر أوصى عربية في فئتها الشركة هتبتدي حجز العربية نهاية السنة دي وهتوصل للأسواق في الربع الأول من 2017 أخيرا شركة هيو انداي عرضت الموديل الجديد من i10 موديل 2017 واللي هيظهر بشكل رسمي في معنى باريس الدولي نهاية الشهر ده i10 الجديدة هتكون مزودة بمكونات تصميم جديدة ومختلفة تماما ده بالإضافة لعدد كبير من تجهيزات الأمان والتكنولوجيا المتطورة اللي من ضمنها نظام ترفيه معلومات جديد شاري انترناشنل الصينية أعلنت إن مبيعات عربياتها اللي تم تصدرها خارج البلاد تخطت 275 ألف عربية في أول 6 شهور من السنة دي وده بزيادة 7.6% عن الفترة نفسها من سنة 2015 إجمالي صادرات شاري وصل لمليون فصلة 2 سيارة بنهاية سنة 2015 يعني بنسبة 38% من صادرات الصين من السيارات وبكده تحتفظ الشركة بصدارة قائمة السيارات الصينية الأعلى مبيعا في الأسواق الخارجية للسنة 2013 عالتوالي النص الأول من سنة 2016 شهد بيع أكتر من 20 ألف عربية في السوق الإيرانية واللي طبعا بتعتبر من أكبر أسواق شاري بعدها على طول السوق المصرية اللي شهدت بيع أكتر من 3078 عربية بعد مرور أربع شهور من ضمها تحت مظلة جي بي غابور أوتو الموزع الحصري للعلامة الصينية في مصر وبكده تكون من أكبر العلامات الصينية وأكثرها انتشارا في مصر الأسبوع اللي فات شهد انتلاق بطولة ريفت أبل الدريفتنج بمنطقة 6 أكتوبر البطولة شارك فيها عدد كبير جدا من السائقين المحترفين وحضرها عدد أكبر من محبي الدريفتنج في مصر بطولة ريفت أبل الدريفت هي بطولة مصرية قدرت انها تثبت وجودها بقوة كانت أول جولتها في 22 يناير 2016 وحققت نجاح جماهيري ملحوظ ومع كولتها التانية في إبريل حفرت اسمها في الموتور سبورت مش بس المصرية وكمان العربية لأنها حاصت على استضافة المتسابقين من الدول العربية وكمان الحكام ريفت أبل هي أول بطول الدريفت المصرية تقدم جوائز مالية وزهبية وكمان عينية للفائزين ومش بس كده هدايا للجمهور من الرعاة الكبار اللي دايماً بيحرصوا على التواجد فيها البطولة دي لنظمها فريق ريفت أبل تيم بقيادة كابتن سامح عبد الأول كاميرا جراج تواجدت بالجولة الثالثة اللي أقيمت في 2 سبتمبر وشارك فيها 65 متسابق من محترف رياضة السيارات بدأت الهيد الأولى التأهيلية من البطولة الساعة 4 العصر وهي بتعتبر جول التصفيات بدون جمهور اللي كان من المقرر دخول مدرجات التراك الساعة 6 ولكن المنظمين اتفجأوا بحضور الجماهير من بدري ففتحوا الأبواب قبل موعدها المقرر احتراماً وتقديراً لجمهور البطولة كبير الهيد دي خلصت وتأهل منها 37 متسابق للهيد التانية اللي قبل ما تبدأ قدمت ريفت أبل جمهورها عروض ترفيهية بيتش باجي وريس وديم باجي وكان فيه موديفايد ريس لفت الانتباه بشكله المميز وكمان شفنا إلكتريك كار فيها تكييف لأول مرة كانت المفاجأة لما نزل أرض التراك ملك الكامار وفلاح الجربة عضو لجنة التحكيم من السعودية وقدم استعراض أبهر الجماهير وأشعر الأجواء في التراك وكمان نزل التراك عضو لجنة التحكيم من عمان علي البلوشي على العربية مازدى RX-7 من ال37 متسابق اتأهل 25 هم بس اللي هيشاركوا في الهيد الأخيرة وهيطلع منهم الفايزين بالتلات مراكز الأولى في البريك دخلت كاميرا جراج بين الجمهور تعرف إيه رأيهم في اليوم النهاردة سباق النهاردة ممتاز جداً تنظيمياً وأحب أقول أن النهاردة برضو مستوى لسوائين النهاردة أحسن من كل مرة العربيات النهاردة المستوى بقى أفضل المنافسة بقت شديدة جداً أنا بشكر جداً للناس اللي عاملها بطولة ريفت أب لأنها فعلاً بطولة كويسة ومن أروع البطولات ومنكن بالنسبة لي أنا أحسن من بطولة ريت بول كتير تلك محترم جداً معانا ناس كبيرة جداً وتسببين حليون جداً ما شاء الله مستوى بيزيد كل شوية مع الهيت الثالثة والأخيرة الأدرنالين كان عالي جداً في كل مكان والمتسابقين الخامسة وعشرين بصراحة أبدعوا والريد سموك انتشر في التراك لكن رياضة السيارات مش بس سواق محترف في عوامل تانية كتير وغير متوقعة ممكن تغير النتائج في لحظات وبكده ما بقاش فاضل غير أن لجنة التحكيم تعلم النتائج علشان نشوف مين هم أبطال الجولة الثالثة من بطولة ريفت أب للدريفت مزيعين الجاراج كان ليهم حضور مختلف في بطولة ريفت أب للدريفت مش بصفتهم مزيعين ولكن ككباتهم عندنا كابتن محمد زلط وكابتن حسام سليمان شاركوا بعربياتهم كمتسابقين وكمان ياسنين سامي اللي بتنتمي لفريق تنظيم البطولة اللحظة المرتقبة في أي بطولة بوديوم توزيع الجوائز اللي قدمها منظم البطولة وفريق العمل وكمان الرعاة فاسب المركز الثالث أحمد الدسوقي والمركز الثاني محمد زردق والمركز الأول وبطل الجولة الثالثة من بطولة ريفت أب للدريفت كان من نصيب أحمد حمادة عملت عربية والحمد لله دربت عليها والموهبة طلعت الحمد لله والحمد لله بناخد مراكز أول في البطولات الكبيرة واستأبطال كبيرة وعلى مستوى الفرق حصل فريق بانج بانج على المركز الثاني وفريق V8 حصل على المركز الأول وحصل متسابق أحمد ميني بعربيته الفورد موستينج على كاس تفاعل الجمهور قدمت البطولة دروعة سكرية للرعاة والبرامج اللي اهتمت بالتغطية الحدث ومنهم طبعاً برنامجنا الجراج ومن ناحية تانية قدم مواصد من البطولة مدليات ريفيطاب التقديرية لفريق عمله تحية لمجهودهم وهما كمان أهدوه درع شكر وتقدير في لفتة جميلة تؤكد على أن روح الفريق أساس النجاح تعالوا نستمتع بجمال العربيات الكلاسيك مع إلهامي عزات جيمز يونج كوتش بيلدرز أو جيمز يونج بونات المركبات كانوا بيعملوا عربيات بتجرها الخيول أو كانوا بيعملوا عربات حنطور من سنة 1863 بعد كده توجهوا أنه هما يعملوا عربيات بجد عربيات بتتساء بموتور تعالوا نشوف جيمز يونج النهاردة جايبين لنا إيه معاه رولز رويس وبنتلي من أهم شركات العربيات في العالم اللي عملت على مر التاريخ أكبر وأغلى وأفخم عربيات شفناها رولز رويس وبنتلي وشركات تانية طبعا كتيرة كانت بتتخصص بس في إنتاج المحركات أو ديزاين العربية أو هندسة السيارة وكانوا بيسيبوا البودي أو الجسم العربية لناس اسمهم وقتها كوتش بيلدرز أو اللي بيعملوا البودي بتاع العربية كلمة كوتش بيلدرز دي زي الحنطور دلوقتي كانوا بيعملوا عربية بيعملوا مركبة لكن الميكانيزم بتاعها كان تخصص الشركة اللي بتحط إسمها عليها الكوتش بيلدر اللي عامل العربيتين اللي معنا النهاردة رولز رويس وبنتلي اسمه جيمز يونج تعالوا نشوف حكاية جيمز يونج وعمل إيه مع رولز رويس وبنتلي أول عربية معنا من عربيات جيمز يونج معنا البنتلي مارك سيكس موديل 1951 العربية يمكن أكتر حاجة مميزة فيها لونها لونها أوف وايت أو مدي على أصفر أو نقدر نقول أبيض مسفر والتون التاني أو اللون التاني اللي فيها زي الكموني كده أو زي الجري شوية العربية دي من الحاجات الغريبة اللي فيها هي طبعا بنتلي أو رولز رويس كلهم تقريبا نشوفها بعض بس المميز للعربية دي أن الببان الأربعة بيتفتحوا عكس اتجاه العربية يعني عادة باب بيتفتح كده والببان اللي وارا بتفتح الناحية التانية في العربية دي الأربع ببان الاتنين اللي قدام والاتنين اللي وارا بتفتحوا كده ودول بيسموهم بالإنجليزي سويسايد دورز أو أبواب انتحارية في مصر الحقيقة لنا مسمى تاني خالص الصناعية زمان كانوا بيسموه العربية اللي بتفتح ببانها بالمقلوب كانوا بيسموها عربية ببان كم الجاكتة عشان كانت زي اللي بتتلبس كده بعد ما شفنا البنتلي اللي من إنتاج جيمز يونج دلوقتي بنتفرج على العربية الرولز رويس العربية الرولز رويس دي موديل 1948 لونها طبعا مميز جدا الأخضر أو البريتش ريسين جرين البريتش ريسين جرين ده إنجلترا كانت بتستعمله في كل عربياتها وقت السبقات لأن كان كل دولة لها لون فالأخضر فضل اللون بتاع إنجلترا وتسمى بريتش ريسين جرين بكل درجاته العربية اللي معنا تو تونز من الأخضر الأخضر الغامق في الأخضر الفاتح والجدير بالذكر أن العربية دي كانت مملوكة للشواربي باشا طبعا كلنا عارفين شارع الشواربي اللي في وسط البلد دي كانت عربية الشواربي باشا اللي الشارع ده متسمي على اسمه الرولز رويس طبعا مشهورة بالفخامة ولذلك هنلاقي العربية من جوة معمولة بالجلد الطبيعي الأبيض الخشب اللي مالي التابلو والفريمينج اللي حوالين الإزاز الترابيزات اللي بتتفتح في ظهر الكراسي عشان اللي قاعد ورا يقدر يكتب حاجة أو يقدر يأكل حاجة ودي موجودة لحد النهاردة في الرولز رويس الفانتوم والجوست والموديلات الجديدة اللي بتنزل لحد النهاردة جيمس يونج زي ما شفنا عربيتين من تصنيع كوتش بيلدرز جيمس يونج عمل كمان عربيات تانية لشركات زي ألفا روميو وتالبوت وسان بيم دي كانت كل معلوماتنا النهاردة شوفكم في حلقة جاية الهام يا عزيزة لاحقاً لافراري إضافية لضحايا الزلزال قريباً أودي كيو فور لوحات محظورة في تركيا نظام قيادة للمراهقين من شيفرول إي فراري هتنتج نسخة إضافية من موديل لفراري المحدود جداً ويتم عرضها للبيع في مزاد علشان تتبرع بتمنها لضحايا الزلزال في إيطاليا تلي صرح بي سيرجيو ماركوني الرئيس التنفيذي للشركة وقال إن التبرع ده هو قلة حاجة تقدر تقدمها الشركة للمتضررين من الزلزال لفراري أنتج منها 499 عربية بس ودي هتكون العربية رقم 500 تقديم آوديو كيو فور من الواضح إنه قرب جداً خاصة بعد ما تم الكشف عن موديل كيو تو الجديد لأن الشركة الألمانية في نهاية السنة اللي فاتت أخذت حقوق استخدام اسم كيو تو وكيو فور وده كان بعد صراع طويل مع مجموعة فيات كرايزلر ومع تقديم كيو تو ما بقاش فاضل غير كيو فور العربية من المتوقع إنها تكون أصغر عربية من موديل كيو سيكس إي تورن وهتنافس مجموعة من الترازات الكروس أوفر زي جي أل سي ميرسيدس وبي أم دابليو أكس فور مدرية الأمنة العامل تركية قررت تلغي كل لوحات السيارات اللي بحرفين F و G وده من أول سنة 2017 لسبب غريب جداً هو إن الحرفين دول اختصار لإسم عبدالله جولن زعيم جماعة جولن المتهمة بمحاولة الإنقلاب على نظام الحكم في تركيا مش بس كده لكن كمان مدرية الأمنة التركية هتفتح تحقيقات موسعة ما أصحاب العربيات دي علشان تتأكد إنه ملهمش أي علاقة بالجماعة نظام قيادة خاص هتقدموا الشركة شيفرولي للمراهقين وبكده تقدر تساعد الأهالي إن هم يرقبوا سواءات أبنائهم مش بس كده ومرابط كمان الصرعة القصوى والمسافة المقطوعة بالعربية ومعلومات تانية عن أسلوب السواءة وبالتالي يقدروا يتابعوا أبنائهم عن بعض ويتحكموا في طريقة سواءتهم النظام الجديد هيتقدم في عشر عربيات تترحى الشركة في 2017 نيكو روزبرغ سائق فريق ميرسيدس فورم لاوان قدر إن هو يحقق الفوز في سباق الجايزة الكبرى في بلجيكا علشان يقرب الفرق اللي بينه وما بين زميله في الفريق لويس حاملتون اللي احتل المركز الثالث في السباق لكن ما زال لغاية دلوقت بيحتفظ بصدارة البطولة بفارق 9 نقاط رينو السينيك خدت تقدير 5 نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية وهو أعلى تقييم ممكن تحصل عليه عربية في الاختبارات ذي وبكده تبع السينيك هي العربية رقم 20 من رينو اللي بتاخد التقييم ده علشان تأكد التزام العلامة الفرنسية بمعايير الأمان في عربياتها على مدار أكتر من 15 سنة السينيك الجديدة هتظهر في الأسواق العالمية خلال الشهر ده ودلوقتي جي معايد فقرة المقارنة خليها مفاجأة زي ما وعدناكم في الحلقة لقبل كده أننا هنكون أول ناس تجرب معاكم العربية الفورد فوكس الجديدة الألفي سي سي إيكو موس إحنا موجودين النهاردة في تراك أوتو فروم العبور علشان ننقلكم تفاصيل الاحتفالية اللي بتنظمها شركة أوتو جميل وكيل فورد في مصر بمناسبة منزول العربية لأول مرة في السوق المصرية المطور الألف سي سي إيكو بوست ده حقق نجاح كبير جداً في الأسواق العالمية أخذ 13 جيزة بالإضافة لأنه بيستخدم في بعض عربيات سبقات فورميلا وان أهم حاجة بتميز المطور الجديد هو قوة أداءه العالية ورغم أنه 1000 سي سي بس لكن قوته بتوصل لـ 123 هورس باور وده بيخليه يجمع بكفاءة بين القوة في الأداء والتوفير في استهلاك البنزين وكمان بيتصل بجير بوكس أوتوماتيك ست سرعات استجابته سريعة جداً الكمبارزون في حلقتنا النهاردة هتبقى مختلفة شوية لأن مش إحنا اللي هنجرب العربية العربية هيتجربها مجموعة من الخبراء والإعلاميين المتخصصين في مجال السيارات وكمان مجموعة من العملاء المهتمين أنهم يعرفوا أكتر عن العربية فورد فوكس 1000 سي سي إيكو بوست حقيقة احنا بنحتفل النهاردة بتقديم العربية الفوكس 1000 سي سي وهو المحرك الجديد من محركات الإيكو بوست لأول مرة بينزل مصر الحقيقة العربية دي بتمثل تحدي كبير جداً لشركة أوتو جميل لأنه المستهلك المصري لسه مش متعود على أنه يبقى فيه أنجينز بالحجم دوت لكن الحقيقة العربية الفوكس بتقدم المعادلة اللي المفروض المستهلك المصري بيطمح أنه هو يقتنيها عربية السي سي بتاعها قليل في نفس الوقت البتورمس بتاعها عالي جداً 123 هورس باور و 170 نيوتن العزم بتاعها في نفس الوقت هي عربية مصنعة بالكامل في ألمانيا المطور الاقتصادي جداً في البنزين في استهلاك البنزين العربية بتحط 92 بمنتهى الأمان ومنتهى المرونة نهاردة نتكلم على محرك جديد اسمه فورد إيكو بوست 1.2 المحرك ده 1000 سي سي ابتكار جديد من شركة فورد حصل على الجوائز علامية كان أحسن محرك على مستوى العالم من 3 سنين و4 من 2012 ل2014 المحرك فيه تكنولوجيا كتير فورد حصلت في سلسلة المحركات الإيكو بوست على أكتر من 100 برائة اختراع بيعتمد في التكنولوجيا بتاعته على التربو تشارجينج وبيعتمد كمان على تقنية الحقن المباشر داخل الاستوانة ودي اللي بتخلي الأداء بتاع المحرك عالي جداً وفي نفس الوقت بيوفر كمان في استهلاك الوقود زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي بنجرب العربية الفورد فوكس الفي سي سي ايكو بوست العربية أول حاجة طبعاً لفتت انتباهنا أول مركبنا شكلها من جوه فخم جداً وفيها اوبشنز كتير دركسيون المالتي فانكشن فيها احنا داخلين على سلالوم نشوف العربية هتعمل ديه هي العربية احنا بنقولها بقى كده بالمعنى دارج الغرس اخدتها كويس وفيها واضحة النهاردة بنجرب عربية جديدة من عربية فورد انا شايف انها تشالنج جديدة لفورد خصوصاً انجن صعب انه ينزل في السوق المصري لان سوق المصري لما بدأ يجرب التلاتة سلندر كان عنده مشكلة معها ومقدرش يتطبع بيها بس عندي احساس كبير بعد ما كزا حد حيجرب العربية ويجرب الفكر الموجود في الانجن ده هيبدأ يتغير عنده مفهوم فكرة التلاتة سلندر تلاتة سلندر بمحرك 1000 سي سي بيخرج 123 حصان حيخليك في لحظات لازم تفهم الكونسبت ده ازاي ودي المعادلة اللي شركات كتير بتحاول توصل بيها للشكل اللي بتحلم بيه ودايماً بقول عليها المعادلة الصعبة ازاي تحقق الاستهلاك بساعة اللي تريع ليلة بهورس باور عين العربية الفوكس انا لسه مستني دوري لان فيه كيو وفيه عدد كبير جداً من الصحفيين عايزين يجربوا العربية فانا مستني دوري ان انا جربها دلوقتي بس انا متوقع بيزد على اللي انا شفته في العربيات الفوكس اللي قبلها اللي هي بالانجنز العادية الفوكس طول عمرها الهندلنج بتاحها وتجربة القيادة بتاعتها مميزة جداً بالنسبة للعربات الفلفية بتاعتها فانا متوقع ان ده مش هيختلف كتير هنا بالعجز هيبقى احسن كمان لان وزن المطور وحجمه اقل فمتوقع ان العربية هتبقى رشيقة اكتر واستجابة بتاعتها للستيرينج هتبقى احسن بكتير ومستني بقى اعرف ان الاستجابة بتاعت المظهورة تبقى عاملة ازاي لما جربتها على تراك العربية كان الهندلنج بتاعها كان كويس جداً يعني اداءها في تراك في الملفات كان كويس ما سوئناش طبعاً على العربيات عالية على سرعات عالية لان يعني تراك ما فيهوش المساحات الكبيرة بس لفت نظري جداً ان الاكسليريشن بتاعها من السبات حلو لان احنا اصلاً عندنا مشكلة مع العربيات الالكو 660 سين ان التسارع بتاعها مش قد كده انا شايف ان فيه صحوة عالمية او اتجاه عالمي لانتاج محركات زاد سيسيهات منخفضة وهورس باور اعلى في محاولة من الشركات العالمية لتقليل استهلاك البنزين او المحروقات كعامة المطرات الجديدة دي اللي قدمت من قبل شركات عالمية ومنها شركة فورد في عربياتها الجديدة فوكس اعتقد ان هو نقلة جديدة لفورد فوكس الناس لازم تجرب عشان تحس ولكن متحكمش بمجرد ان العربية سيدان في الفئة العائلية المتوسطة الف سي سي تلاتة سلندر لا 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 العربية دي ضعيفة لا مش هكسمها ضعيفة التكنولوجيا متطورة جداً فوق ما نتخيل اذا كاناش بالتطلع يبقى لازم نشوفه نجرب فعلاً العربية الفورد فوكس الجديدة قدرت انها تجمع علينا مميزات كتير جداً من اول اناقة التصميم في الشكل الداخلي والخارجي الرفاهية التجهيزات والاوبشنز الكتير تجهيزات الامان لحد المطور اللي بيدينا قوة في الاداء وفي نفس الوقت التوفير في البنزين وبالتالي متوقع ان العربية دي تحقق نجاح كبير في السوق المصرية خلال الفترة اللي كاية واضح من كلام المتخصصين وحتى العملاء انها عربية ممكن تعمل تغيير كبير في توجه المستهلك المصري ودلوقتي مع بد جديد من بنوط قانون المرور عشان نعرف حقنا واجباتنا المخالفة قيادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصريح الغرامة لا يوجد العقوبة صح برخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر لاحقاً مايباخ فيجين سيكس بالريموت كنترول لامبرجيني تضعف ما بيعتها مع اوروس رقم قياسي جديد لريد بول جايزي وبيونسي في ألفا روميو فيديو جديد ظهر على يوتيوب لعربية ميرسيدس الاختبارياء الجديدة مايباخ فيجين سيكس لواحد بيسوق العربية بس من بره وده يكمل خلال جهاز تحكم عن بعد أو ريموت كنترول واللي بيستعرض التطور اللي وصلت للشركة في مجال القيادة الذاتية والتحكم عن بعد لامبرجيني بتتوقع أنها تضعف نسبة مبيعتها مع تقديم العربية الأوريس أول عربية أس يو في في تاريخها وده اللي أكده ستيفانو دوميلي كالي رئيس الشركة اللي قال إن الشركة حالياً مبيعتها بتوصل لحوالي 3500 عربية ومع إطلاق أوريس في 2018 من المتوقع أن الرقم المبيعات يوصل ل7000 عربية سنوياً رد بل معروفة بالتجارب المستحيلة والغريبة في بعض الأحيان وآخر تجربة هتقدمها الشركة هي رعاية محاولة سائق الشاحنات برايس منزز لتسجيل رقم قياسي عالم جديد وده هيكون بالقفز بعربيته لمسافة أكتر من 115 متر فوق مدينة مهبورة في سان دياجو وبكده يحطم الرقم القياسي السابق اللي حققه تانر فاوست من 5 سنين واللي كان لمسافة 15 متر تقريباً فيديو جديد ظهر على السوشيال ميديا لطفل عمره 10 سنين سيئة عربية دوجت شالنجر هيل كات بتاعت بابا اللي كان قاعد جنبه هو بيحرق عجلات العربية التجربة دي كانت أول تجربة سواءة للطفل لكن الحقيقة واضح أنه بيسوق العربية كأنه سواق محترف صور كتيرة انتشرت على العديد من مواقع الإنترنت للمطرب الأمريكي جايز دي وزوجته المشهورة بيونسي هما في شوارع إيطاليا بيتجولوا بعربيتهم الفروميو سبايدر العربية بتعتبر من العربيات الكلاسيك المميزة جداً وكان سيئها جايز دي على الرغم أن النجمين المعروفين دايماً بيفضلوا استخدام كادليك اسكالت في تنقلاتهم مجموعة جديدة من النصايح والإرشادات عشان تحافظ على عربيتك هتقدمها لنا بسانت الحسيني أهلاً بيكم في فقرة التبس النهاردة هنتكلم عن الفتيس أو الجير بوكس الفتيس بزء مهم جداً في أي عربية وبيكون فيه نوعين المانيول والأوتوماتيك لكن النهاردة أنا هركز معاكم على الأوتوماتيك بسبب انتشاره الموجود في شوارعنا هعرفكم شوية معلومات عنه وهقولكم إزاي تحافظوا عليه خلينا نبدأ بمعلومات عن الفتيس الأوتوماتيك الفتيس الأوتوماتيك بيبتدي بأربع نقلات أساسية هي D يعني Drive وده اللي بيحرك العربية الأمام و R يعني Reverse وده بيحرك العربية الورى وال N أو Normal وده اللي بنقول عليه العربية بما ورى وال P أو Parking وده النقلة اللي بنعشها العربية في وضع ثابت أسناء ركنها أو يقفها لفترة من الوقت بما إن الفتيس جزء أساسي في العربية فهو أكيد محتاج سيانة زي وزي بقيت أجزاء العربية أول حاجة السيانة الدورية للفتيس اللي بتحافظ على حالته والزيوت الخاصة بي تاني حاجة لما تيجي تقف ما تنقلش من ال D لل P على طول لأن ده بيحمل على تروس الفتيس هاتها على ال N الأول شد ال Handbrake وبعدين وديها لل P تالت حاجة وإنت سايق ما تنقلش من ال D لل N لأن بكده أنت بتقلل عدد لفات المطور وبعدين بترجع تعليها تاني لما بترجعها على ال D وده بيأثر بشكل كبير جداً على ال Geerbox رابع حاجة والأخيرة وإنت سايق ما تحطش إيدك على الفتيس لأنك ممكن تسرح وتنقل نقلة غلط وده طبعاً هيأثر بشكل كبير على ال Geerbox وبكده تكون خلصت المعلومات اللي جمعناها لكم النهاردة عشان تحافظوا بيها على الفتيس أشوفكم الحلقة الجاية سلام ودلوقتي جي وقت الركنة في الجراز الأعلانات واليوفط الموجودة على الطريق دوضاء بصرية ملهاش نهاية إعلانات ضخمة جداً وكتيرة على كبر اكتوبر وفي الشوارع وعلى الطرق السريعة كمان بعضها إضاءته بتكون مبهرة جداً وبطريقة مش مدروسة ممكن تسبب تشتيت للي سيئ وممكن تسبب حوادث كتيرة بر مصر بتكون الإعلانات دي محدودة جداً وفي أماكن مش عشوائية واللي يعملها هو اللي يقدر على تكلفتها العالية جداً اللي ممكن توازي تكلفة كل الإعلانات الموجودة على طرقنا مرة واحدة ده طبعاً غير إعلانات الانتخابات اللي بتتلزق في أي حتة وبتشوه شكل الشوارع وإعلانات السمصرة والمحامين والمدرسين وشركات الأمن وغيرها اللي بتتكتب على الحيطان في أي مكان بدون تصريح أو ترخيص علشان كده الظواهر السلبية دي كان لازم تكون معانا ركن غلط من أول حلقتنا النهار ده وإحنا قررنا أن احنا نبتدي نتواصل مع مشاهدينا ومتابعين على الفيسبوك واليوتيوب ونجاوب على كل أسئلتكم ورسائلكم اللي بتوصل لنا تعالوا أن نبتدي دلوقتي بإجابة على الرسائل اللي وصلت لنا محمد رمضان بيسأل عن سعر العربية الرينو لوجا رينو متوفرة بست فئات وسعرها بيبتدي من 124 ألف ل 159 وده طبعا بناء على التجهيزات اللي انت بتختارها طبعا يا معز إيلانترا عربية كويسة جدا وفيها إمكانيات كتيرة ومناسبة بالنسبة لسعرها محمود عبدالعيل بيطلب نقدم لادا جرانتا 2017 وجلي أمجرنت فقرة التول درايب محمود عايزين نقولك أن احنا قدمنا الجلي الأسبوع اللي فات فقرة الكومبارزن ولادا جرانتا 2017 هتكون معنا في الحلقات اللي جاية محمود محتر ما بين عربيتين نيسان سانترا وتيوتا كرولا عايزين نقولك أن فيه فرق كبير جدا ما بين العربيتين ما بين نيسان سانترا وتيوتا كرولا مش بس في الشكل الإمكانيات وكمان السعر نيسان سانترا أقصى سعر بتوصل له هو 177 ألف جنيه بينما تيوتا كرولا فبتبتدي من 235 الفجر في ناس كتيرة بتسأل على أسعار عربيات مختلفة أي سعر العربية هتلاقوه موجود في الحلقة الخاصة المعروضة للعربية أو على التكر أو الشريط اللي بتعرض طوالوقت الحلقة مع رسائل المشاهدين بتخلص حلقتنا النهاردة ما تنسوش تتابعونا على صفحة الفيسبوك واليوتيوب عشان تتابعوا آخر أخبار العربيات في مصر والعالم كله وكمان نستنين كل رسائلكم نشوفكم الحلقة اللي جاية كل سنة وانتو طايبين مع السلامة اشتركوا في القناة